استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة السادة الوزراء رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزري لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي المنعقد بالقاهرة وذلك بحضور المهندسة طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بالمشاركين في الاجتماع الوزري الرابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي مؤكدا سيادته أهمية ودور هذا المحفل الحيوي للتعاون في مجال الطاقة إقليميا ودوليا خاصة وأنه يضم في عضويته كبرى الدول المصدرة للغاز عالميا وأخذ في الاعتبار تأثر قطع الطاقة حاليا من جراء الظروف العالمية وهو ما يتيح للمنتدى بأعضائه فرصة للطلاع بدور أكبر في المشهد الحالي لتأمين إمدادات الطاقة على المستوى العالمي مع الأخذ في الاعتبار الإمكانات والموارد والقدرات المتوفرة لدى الدول الأعضاء والتي تؤهلها للمساهمة في تحقيق استقرار أسواق الطاقة كما أكد السيد الرئيس على أهمية تكثيف الجهود والتعاون المشترك في كافة المحافل لتحقيق أقصى استغلال للغاز الطبيعي لضمان تحقيق انتقال عادل للطاقة واستفادة جميع الدول من مصادرها الطبيعية معربا سيادته عن التطلع لمشاركة كافة أعضاء المنتدى في قمة المناخ عالميا كاب 27 والتي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ وذلك لتسليط الضوء على أهمية الغاز الطبيعي وقدرته على تحقيق التوازن المطلوب بين الوصول للتنمية والرخاء للشعوب والحفاظ على البيئة وأضف المتحدث الرسمي أن المهندس طارق الملة وزير البترول استعرض أهم أنشطة المنتدى في دورته الحالية المنعقدة بالقاهرة تحت الرئاسة الدورية المصرية في وقت تتجسد فيه الأهمية البالغة للطاقة عالميا وتحديات تأمين إمداداتها بما يؤكد على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال لتحقيق التنمية والازدهار والوفاء بمتطلبات الشعوب